السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين الحمد لله خالق الخلق أجمعين الحمد لله حتى يرضى والحمد لله ذا رضي والحمد لله بعد الرضا الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين ما زلنا مع هذه السلسلة المباركة سلسلة سيرة كيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم سيرة من تشنف الآذان عند سماعها وتعطر الأفواه حين ذكرها هذه السيرة المباركة التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن تكون لنا منهاجاً وأن نسلك سبيل سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وقد اختار إخوانكم لهذه المحاضرة كما سمعتم عنواناً باسم فتح مكة وهذا أمر يعني غريب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث من مكة صلوات ربي وسلامه عليه فكيف يكون فتح مكة لا يخفى على شريف علمكم حفظكم الله تبارك وتعالى أن نبي محمد صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته في مكة المكرمة شرفها الله جل وعلا ولكنه قُوبِلَ بالصدِّ والندِّ بل والعدوان آذوه وآذوا أصحابه بل قتلوا من أصحابه من قتلوا قتلوا ثمية والدة عمار وياسراً والدة عمار وآذوا كثيرين من الصحابة كبلال وصهيب وعمار بل آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا عثمان وآذوا مصعب بن عمير وعبدالله بن مكتوم وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شرف لهم حيث إن الإنسان يؤذى في سبيل الله تبارك وتعالى فهذا شرف له وعنده من الله الأجر العظيم لما تلقى من الأذى في سبيل الله تبارك وتعالى وهل أنت إلا إصبع هديتي وفي سبيل الله ما لقيت فالقصد أن الدعوة إلى الله بدأت في مكة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد آذاناً صاغية إلا قلة من أصحابه الذين آمنوا به كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة الذي سمي هذا المسجد باسمه رضي الله عنه وسعد بن عبقاص وعامر وعبي عبيد عامر بن الجراح وزبين من العوام وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن النساء خديجة بنت خويلد وأسماء بنت أيبكر وأسماء بنت عميس وعم سلمة وغيرهم وغيرهن من الصحابيات الجليلات التي صحبنا النبي محمداً صلى الله عليه وسلم واستمرت دعوة في مكة ثلاث عشرة سنة ثم كانت الهجرة إلى المدينة حيث استقبله الأنصار الأوس والخزرج استقبالاً عظيماً مدحهم الله تبارك وتعالى به فقال والذين تبوعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم نفلحون واستقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مدة من الزمن قاربت العشر سنوات حتى توفي هناك وقبره هناك طلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي في السنة السادسة من الهجرة في آخرها رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه أنه يطوف في البيت فدعى بعض أصحابه وأخبرهم بما رأى صلوات ربي وسلامه عليه فاستبشروا خيرا وكانوا قريبا قد نازلوا قريشا في الخندق وقبلها في بدر وأحد فاستبشروا خيرا بهذه الرؤية وأنهم سيتوجهون إلى بلادهم الأصلي خاصة المهاجرين وأنهم سيطوفون لبيت الله وكلهم اشتياق لهذا البيت الذي قال الله توارك وتعالى فيه قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة فارضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فكان يولي وجه شطر المسجد الحرام ولكنه تتوق نفسه إلى رؤية هذا البيت وتتوق نفوس أصحابه كذلك إلى رؤية هذا البيت العظيم هذا البيت الذي للأسف في ذلك الوقت كانت تحيط به الأصنام حوله وفوقه وداخله ثلاثمائة وستون صنم ولكن المسلمين لا يملكون أن يصنعوا شيئا ولذا هاجروا في سبيل الله تبارك وتعالى في السنة الثالثة كما قلنا في آخرها رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية وأخبر بعض أصحابه ففرحوا بذلك فرحا شديدا ثم استعد صلوات ربي وسلامه عليه إلى الانطلاق إلى مكة ليعتمر وأحرم هو ومن معه من الصحابة من ذي الحليفة من المدينة المنورة وانطلق إلى مكة وقبيل دخوله إلى مكة عند الحديبية خلأت الناقة أي امتنعت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم من المضي في هذا الطريق حتى قال البعض خلأت الناقة قال ما خلأت وما هذا لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أمر جل وعلا بأن يكون هناك الطير الأبابيل التي رمى الله بها أبرهة ومن جاء معه لهجم بيت الله تبارك وتعالى ثم قال مقولته صلى الله عليه وسلم إن قريشا حمشتها الحرب والله لو أتوني بأي خطة يحفظون بها حرومات الله تبارك وتعالى لتابعتهم عليها المهم أن لا يكون قتال أنا أريد أن أعتمر فقط وسمعت قريش بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل الله في قلوبهم الرعب كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب في تبوك كذلك نصر بالرعب هنا فدخل الرعب إلى قلوب قريش ماذا يصنعون بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءه معه أصحابه يريدون مكته عنوة رغما عنهم فصاروا يرسلون الرسل تترا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون التفاوض معه فأرسلوا بديلة ابن ورقاء ثم أرسلوا عروة ابن مسعود وأرسلوا الحليس من الأحابيش ثم أرسلوا بعد ذلك سهيلة ابن عمر يرسلون الرسل ويرسلوا مكرز لكنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء بدله سهيلة ابن عمر فشاهدوا أن هؤلاء أرسلتهم قريش فقط ليفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجع وذلك أن الخوف يعني قد طغى على أحوالهم في ذلك أو في تلك الأيام وفعلا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بديلة ابن ورقاء كلَّمه ولما جاء عروة ابن مسعود كلَّمه النبي صلى الله عليه وسلم وكان لعروة مع النبي صلى الله عليه موقف عجيب جدا وذلك أنه أراه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم للنبي صلوات ربي وسلام الشيء العظيم حتى إنه لما رجع إلى مكة قال لقريش والله لقد دخلت على الملوك دخلت على قيصر وعلى كسرة وعلى المقوقس وعلى النجاشي والله ما رأيت رجل يعظمه قومه كما يعظم أصحاب محمد محمدة صلوات ربي وسلامه عليه أروه من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ما شغل قلبه جدا حتى إنه رجع لقر دعوه يعتمر فإني لكم ناصح ألست لكم كالولد ألستم لي كالوالد قالوا بلى قال فدعوه يعتمر إذن قال لا والله لا ندعه وقد أخذتهم الحمية والكبرياء فكان أن أرسل بعد ذلك سهيل بن عمر ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرح باسمه وهذا من التفاؤل المحمود لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فرح باسمه وفرح بشخصه إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف سهيل بن عمر ورجاحة عقله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم سهل أمركم مع هذا الرجل وفعلا جاء سهيل بن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفاوضه وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا والله لو وضعوني على خطة تحفظ بها حرمات الله تبارك وتعالى لا أعطيتهم إياها لأن النبي ما جاء لقتال وإنما جاء للسلم جاء بالخير جاء بالهدى صلوات ربي وسلم فاشترط سهيل مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضعوها لهذا الصلح صلح الحديبية وكان من ضمن هذه الاشتراطات أو الاتفاق الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم أن تتوقف الحرب لمدة عشر سنوات تتوقف العرب لمدة عشر سنوات قضية الثانية أن لا يعتمر هذه السنة لأن قرنشا ممتنعة من قبول ذلك ولكن له أن يعتمر من السنة القادمة وأن يبقى في مكة ثلاثة أيام فقط ليس معه إلا سلاح الراكب ومن الشروط أيضا أنه من خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم مرتدا عن دين الله تبارك وتعالى ولجأ إلى قريش ثم طالب به النبي صلى الله عليه وسلم فإن قريش فإن قريشا غير ملتزبا بتسليمه والعكس غير صحيح أنه من خرج مسلما من قريش ولجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطالبت به قريش فإن على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلمه إياهم وأيضا جعلوا من شروط هذا الصلح أن كل قبيلة من العرب إن شاءت دخلت في هذا الصلح إما مع النبي ويكون لها ما له وإما مع قريش ويكون لها ما لها فدخلت بنو بكر مع قريش ودخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الصلح الذي كتبه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه شعر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالغبن خاصة في أمرين اثنين أما الأول وهو أنه لا يعتمر في هذه السنة ويرجع مع أنهم محرمون وبعضهم قد ساق الهدي معه أو لا تعتمر هذه السنة ترجع وإنما تعتمر من السنة القادمة والشرط الثاني الذي شعروا فيه بالغبن وهو أنه من خرج من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم طالبت به قريش فعلى النبي أن يرده لهم بينما قريش غير ملزمة برد من جاءها من المسلمين مرتدا فشعر الصحابة بالغبن من هذه الشروط هذا عدا بعض المسائل الأخرى وممن أظهر انزعاجه من هذه الشروط عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ثم بقية الصحابة بعد انتهاء الصلح بمدة أما يسمى لعلي أمحها أكتب باسمك اللهم لا يضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بداية الأمر والله لا يواضعوني على خطة تحفظ فيها الحرمات إلا تابعتهم عليها إذا كانت القضية بدل ما نكتب بسم الله الرحمن الرحيم نكتب باسمك اللهم فلا بأس أكتب باسمك اللهم فكتب باسمك اللهم ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمر فقال سهيل لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك أكتب اسمك أو اسم أبيك الصلح بين محمد بن عبد الله وسهيل بن عمر نحن لا نصالح رسول الله لو قلنا إنك رسول الله سابعناك لكننا لا نؤمن أنك رسول الله فكيف نوقع على عهد تكتب فيه أنك رسول الله فقال رسول الله صلى الله إني إلى رسول الله وإن أبيتم أمحوها يا علي أكتب محمد بن عبد الله وهنا تضايق علي رضي الله عنه من تصرف سهيل بن عمر وقال لا أمحوها رسول الله رغما عنكم لا أمحوها قال رسول الله أمحوها يا علي قال لا أمحوها والنبي لا يقرأ أمي صلوات ربي وسلامه فقال لعلي ضع يدي عليها أين هي رسول الله وضع يدي عليها فمسحها بيده صلى الله عليه وسلم المهم أن يكون الصلح هذه قضايا شكلية بحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول عنه الرسالة ولا النبوة إذا محاها هنا بل هو رسول الله رغما عنهم وإن أبى من أبى صلوات ربي وسلامه قال لا أمحوها قال لا أمحوها قال ضع يدي عليها وما ظن علي أن النبي سيمحوها فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم كتب الصلح صلوات ربي وسلامه وأما الثاني فعمر بعد أن تم الصلح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألست من رسول الله قال بلى قال ألسنا المؤمنين قال بلى أليس الكافرين قال بلى ألسنا على الحق بلى أليس على الباطل بلى قال فلماذا نقبل الدنية من ديننا لماذا نقبل بهذه الشروط خاصة كما قلت لكم الشرطين الأولين قال لماذا نقبل الدنية من ديننا نحن أقوى منهم نحن نغزوهم الآن لماذا نرضى الدنية من ديننا قال يا عمر إني رسول الله وإني لا أعصي الله أبدا قال يا رسول الله أولم تخبرنا أننا نعتمر أنت رأيت رؤية أنك تعتمر وأخبرتنا بهذا وجئنا معك على هذا الأساس أننا جئنا لنعتمر أو لم تخبرنا أننا نعتمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلى وهل أخبرتك أنك تعتمر هذه السنة قال لا قال فإنك آت البيت ومطوف به ستعتمر انتظر انتظر فقط قال فإنك آت البيت ومطوف به لكن عمر لم يكتفي يدور واسطة يبحث عن واسطة أحد من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو بكر فذهب إلى بكر الصديق فقال يا أبا بكر أليس رسول الله قال بلى ألسنا المسلمون قال بلى ألسنا على الحق بلى أليس على الباطل بلى لماذا نرضى الدنية من ديننا قال يا عمر إنه رسول الله وإنه لا يعص الله فالزم غرزه سبات من أي بكر الصديق رضي الله عنه الزم غرزه الزم طريقه وسبيله الزم غرزه قال يا أبا بكر ألم يخبرنا أننا نطوف بالبيت قال وهل أخبرك أنك تطوف هذه السنة قال لا قال فإنك آت البيت ومطوف به كأن أبا بكر كان حاضرا مع عمر حين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الأمر كذلك ولكنها الثنائية التي بين أبي بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغرب ثم بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما انقضى الصلح ورجع سهيل بن عمر والآن سيرجع المسلمون من حيث أتوا ولم يعتمروا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا رؤوسهم محرمون أن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا من عمرتهم ومن كان معه هدي أن ينحرى هديه وفيه أن الهدي وارد في العمرة ليس في الحج فقط فأمرهم النبي أن يحلقوا رؤوسهم ومن كان معه هدي أن ينحرى فلم يقم أحد منهم لم يقم أحد منهم ليس من باب العناد ولا المعصية هؤلاء كما قال سهيل بن عمر قبل قليل أو عروة بن مسعود عفوا لما قال دخلت على كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمد معظم عندهم ولكن في القلب حرقة ويتمنون أن لو غير النبي رأيه أو لو أنزل الله آية أو وحيا يقول له أقدم ودع عنك قريشا وعنادها وعنادها فامتنعوا ولم يغالك لم يقوموا إلى هديهم ولم يحلقوا شعورهم فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وفي وجه الغضب فقالت لهم موسى ما لك قال ما لي وأنا أمر النث فلا يطيع فهمت أم سلمة أنهم لم يتركوا هذا الأمر عنادا وإنما تركوه يتمنون أن لو غير النبي رأيه صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول اخرج أنت واحلق رأسك وانحر هديك ترق احلق رأسك وانحر هديك فقال نعم فخرج صلوات ربي وسلامه عليه وأمر بهديه فنحر وأمر بشعري فحلق صلوات ربي وسلامه عليه عند ذلك أعلموا أن الأمر قد قضيه فنحروا هديهم وحلقوا شعورهم وانتهى الأمر رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم بعدها بسنة في ذي القعدة ذاته لأن كان هذا في ذي القعدة في آخر سنة السابسة طبعاً طبعاً عوضهم الله تبارك وتعالى فتح خيبر بعدها بشهرين تماماً في محرم في السنة السابعة فتح الله لهم خيبر وعوضهم عن فتح مكة أو عن دخول لمكة ثم عوضهم بخيبر صلوات ربي سبحانه وتعالى ثم في السنة السابعة على ما اتفقوا عليه مع قريش على أنهم يعتمرون فعلاً خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة واعتمر صلوات ربي وسلامه عليه مع أصحابه هذا الصلح وإن كان ظاهره أنه فيه شيء من الغبن على المسلمين لكنك لو تبع أنت في الأمر لوجدت أن الأمر خلاف ذلك إذ استفاد المسلمون استفادة عظيمة من هذا الصلح أولاً الإسلام ليس بحاجة إلى مرتزقة ليس بحاجة إلى منافقين الذي يرتد عن دين الله تبارك وتعالى ويذهب إلى قريش لا حاجة لنا به ماذا نفعل به يرجع يعيش بيننا منافقاً يعيش بيننا شوكةً للأعداء يعيش بيننا طابوراً خامساً لا حاجة لنا به هذا يضر ولا ينفع ولذاك صار المنافقون في الدرك الأسفل من النار إذ هم شر من الكفار أما من خرج من المسلمين من المسلمين في مكة إلى دار الإسلام وطالبت به قريش فكان هذا الشرط يعني مدته قليلة جداً لأن العهد الذي تم مدته عشر سنوات هذا خلال سنتين قريش تنازلت عنه إذ خرج أبو جندل رضي الله عنه ومعه باب أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطالبت بهم قريش فردهم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم هربوا مرة ثانية وعلموا أن النبي سيردهم فجلسوا قطاع طريق على قريش وآذوا قريشاً في تجارتها فذهبت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم قال نتنازل عن هذا الشرط فكنا منهم خذهم عندك فتنازلوا عن هذا الشرط كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولاً بقريش بدر أحد الخندق غير ما يخططون له من إذاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا الصح فرصة فتقدر بثمن للنبي صلى الله عليه وسلم إذ تفرغ للدعوة يا الله تبارك وتعالى فرسل قيصر ورسل كسرى والمقوقس والنجاشي ورسل القبائل العربية يدعوهم إلى الإسلام تفرغ للدعوة يا الله تبارك وتعالى إذ هو ما جاء للقتال ما بعثه الله للقتال وإنما بعثه الله رحمة للعالمين لكن هم يمنعونه من نشر دين الله تبارك وتعالى وإرساء العدالة والخير بين الناس فكأنهم أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك الفرصة ليدعو إلى الله تبارك وتعالى وفعلا تفرغ للدعوة يا الله تبارك وتعالى ودخل في دين الله تبارك وتعالى الأعداد الكبيرة خلال هذه الفترة ومع هذا لم تصبر قريش لم تصبر بعد أقل من سنتين خرقت هذه المعاهدة وذلك وذلك أن بني بكر دخلوا في عهد قريش وخزاعة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك رأت بكر وجدت فرصة للانتقام من خزاعة حيث إنهم يأمنونهم الآن بينهم صلح فغدروا بهم ولا أقول أبادوهم أبادوا كثيرا منهم وهم غير مستعدين لقتال لأن بينهما صلحا وقريش ساندت بني بكر بالسلاح وبالرجال وقريش فهذا الفعل من بني بكر ومن قريش هو نقض للعهد فخرج رجل من خزاعة عمر بن سالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما صنعت بني بكر وما صنعت قريش فقال صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمر بن سالم هذه فرصتنا الآن الآن فرصتنا هم الذين نقضوا النبي لا ينقض العهد صلى الله عليه وسلم المنافق الكافر هو الذي إذا عهد غدر لكن المسلم لا يمكن أن يكون كذلك هم غدروا هم دقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم الآن في ساعة من أمره عرفت قريش أنهم نقضوا العهد وأنه يمكن في أي لحظة أن يهجم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن العهد قد انتقض فأرسلت أبا سفيان وكان أبو سفيان في ذلك الوقت سيد قريش فأرسلته من باب أن يجدد العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذه يعني أخطاء وعفى الله عما سلف ونتجاوزها وأننا ما زلنا على العهد هم يكذبون هم نقضوا العهد فجاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه والنبي لا يرد عليه فعلم أبو سفيان أن الأمر جد بل سمع من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي يستعد لهم صلى الله عليه وسلم فذهب يستشفع بعمر ابن الخطاب فقال عمر والله لو أني لا أملك إلا الذر معي لقاتلتكم به يريد أنا أن أتوسط لكم الذر له النمل يقول لو معي بس نمل أقاتلكم أقاتلكم فذهب إلى علي فكلمه قال أنت ابن عمنا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجديد العهد الذي بيننا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجير عليه أحد أبدا فقال له البعض اذهب إلى الحسن عفيد النبي سبط النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقيل له الحسن أصغر من أن يقول هذا لجده صلوة ربي وسلامه قال فأذهب إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاطمة لا تجير أحد على رسول الله أغلقت الأبواب أمامه فقال لعلي فبماذا تشير علي بماذا تشير علي قال خذ العهد لنفسك أنت فقط من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجر قال هذا الذي تشير علي قال ما أشرعيك بغير هذا فقط فخرج أبو سفيان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكة كلها على عصابها بما يرجع أبو سفيان فرجع إليهم وقال ما حصلت شيئا إلا إنه قال لي أجر أنت قال هل وافق رسول الله على كلام علي قال لا قال ما زاد اللعب عليك ما أخذت شيئا ما أخذت شيئا فقال هذا الذي كان وفي رمضان من السنة الثامنة من الهجرة فعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة وفي الطريق إلى مكة جاء أبو سفيان مسلما ودخل في دين الله تبارك وتعالى وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه وقسم الناس قبائل مزينة وأسلم والخزرج والأوس مع النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون هؤلاء مع بعض وقبال تميم وغير كل قبيلة لوحدها تمشي ولها رايتها فلما أقبلوا على مكة هرب أهل مكة منها إذ لا يستطيعوا لمجابهة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حاول بعضهم في الخندمة سهيل بن عمر وأمي صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وحماس حاولوا أن يقاتلوا في الجهة التي كان فيها خالد بن الوليد أبو سليمان رضي الله عنه فقاتل منهم من قتل ثم هربوا جميعا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم والراية مع سعد بن عبادة سيد الخزرج وقال سعد اليوم تباد قريش سمع هذا أبو سفيان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يقول سعد بن عبادة هذا قال اليوم تعز قريش صلى الله عليه نبي الرحمة قال اليوم تعز قريش ثم أخذ القيادة من سعد بن عبادة وقيل أعطاها لقيس ابنه وقيل أعطاها للزبير بن العوام أخذ القيادة منه لأنه كان متحمسا جدا لقتال قريش وفعلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ثرفها الله فاتحا بفتح من الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا فدخل مكة وجاء إلى الأصنام التي كان يراها قبل ذلك لما كان في مكة بل حتى لما اعتمر طلوات ربي وسلامه ولا يستطيع أن يحرك شيئا فجاء يضربها طلوات ربي وسلامه عليه ويسقطها واحدا واحدا ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وأمر الصحابة أن يصعدوا على الكعبة ويسقط الأصنام التي فوقها وأمر بإزالة الأصنام التي في داخلها وأمر بإزالة الأصنام التي حولها صلوات ربي وسلامه عليه وكان الفتح وفتحت مكة وصعد بلال على ظهر الكعبة يعلن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أذنه على ظهر الكعبة وقريش ماتت غيظاه مما تراه إنها لا تملك شيئا وهكذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا لمكة وبيّن الله تبارك وتعالى ميزة هذا الفتح العظيم الذي نصر الله به أمة الإسلام وفي ذلك اليوم أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء بعض المشركين الذين كانوا يؤذون المسلمين كعبد الله بن سعد ابن أبي السرح وعكرمة وعكرمة ابن أبي جهل ومقيس بن صبابة وعبد العزة وابن هبر وأيضا قينتان وامرأة يقال لها سارة التي أخذت منحاط بن أبي التعال رسالة إلى مكة تحذرهم فأهدر النبي صلى الله وهبار بن الأسود أهدر النبي دماءهم قال من يجدهم ولو متعلقين بأستار الكعبة فليقتلهم هرب عكرمة بن أبي جهل لجأ عبد الله بن سعد بن أبي السرح إلى أخيه عثمان من الرباع والبقية قتلوا وقيل أسلمت سارة وتابت وقيل القينتان إحداهما أسلمت وتركت لكن هبار بن الأسود ومقيس بن صبابة وعبد العزة بن خطل هؤلاء قتلوا خاص عبد العزة بن خطل كان متعلقا بأستار الكعبة فقتلوه لذلك وذاك لشدة كفرهم وإذائهم وسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقتل هؤلاء الذين أهدر النبي دماءهم من الكفرة وهرب عكرمة وذهب عبد الله بن سعد إلى أخيه عثمان يستشفع به فأتى عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن عبد الله بن سعد وكان قد ارتد كان مسلما وارتد ولجأ إلى مكة فجاء إلى عثمان يستشفع به فشفع به عثمان فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته وحسن إسلامه وصار بعد ذلك قائد من قادة المسلمين عبد الله بن سعد بن أبي السرح وجاءت أمهان أخت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه جاءت ومعها بعض أحمائها أو رجل من أحمائها أخ زوجها ودخل علي بيتها فوجده فأراد أن يقتله فقالت إني قد أجرته فقال لها علي النساء لا تجير كيف تجيرينه النساء لا تجير قالت إني قد أجرته نحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أمهان مع أخيها علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أمي يزعم أنه قاتلا ابن هبير وقد أجرته يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهان قد أجرنا من أجرت يا أمهان وسامحه النبي صلى الله عليه وسلم وسامح أهل مكة وقد اشتهر عند الناس أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما أنت صانع بنا فقال وما تظنون قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم وقيل إنه قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء لكنها لم تثبت فالشاهد أنه عفى عنهم هذا ثابت أنه عفى عنهم وسامحهم صلوات ربي وسلامه عليه وفي هذا الأمر في هذا الفتح في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة أنزل الله تبارك وتعالى فضل الفاتحين فضل المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنة وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا أتوه بعد فتح مكة وقالوا يا رسول الله جئناك مهاجرين قال لا هجرة بعد الفتح ولذا صار فضل المهاجرين قبل الفتح مقدما على فضل كل أحد جاء بعدهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وهكذا كان هذا الفتح الكبير العظيم من الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وانتشر بعد ذلك الخير في أرجائه المعمورة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد تبارك وتعالى تبارك وتعالى